في قطاعات مختلفة أبرزها الأمن والصحة والخدمات والإعمار والاستثمار في النفط والطاقة والسكن ومعالجة الفقر والبطالة والفساد وغيرها أنجزت الحكومة 80% من برنامجها وفق التقرير السنوي الأول إذ حققت 438 إجراء تنفيذيا من أصل 653 إجراء وزارة التخطيط تتابع تنفيذ تلك المشاريع بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين البرنامج الحكومي عبارة عن إجراءات صارت ملزمة لكل الوزارات ولكل مؤسسات الدولة مشاريع ذات الصبغة الخدمية التي تنسجم تماما مع شعار الحكومة حكومة خدمة التي تشمل مشاريع الماء مشاريع الصرف الصحي، مشاريع المدارس، مشاريع المستشفيات في كل هذه الملفات كان هناك حقيقة عمل وجهود كبيرة أسهمت في حل حالة الكثير منها وهناك نسبة جاز متقدمة فيما يتعلق بملف المشاريع المتلكة الملف الأمني وبحسب مراقبين حاضية باهتمام حكومي كبير انعكس بشكل إيجابي على مختلف الفعاليات الاقتصادية والخدمية والعمرانية إلى جانب متابعة تنفيذ خطط الأمن الغذائي فيما اهتمت الحكومة بالسياسة الخارجية بما ينسجم ومصالح البلاد عبر اتفاقات شراكة ومذكرات تفاهم مع دول مختلفة برنامج ليس فقط خدمي، وإنما برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي هناك اهتمامات كبيرة لسيد السوداني بدأت برحلات مكوكية خارجية بتدعيم هذا البرنامج عبر فتح شراكات جديدة وبسياسات خارجية ناعمة ودبلوماسية عالية لجذب اهتمام واستثمار كثير من هذه الدول داخل الساحة العراقية الخاصبة سعي الحكومة العراقية بقيدات السيد السوداني إلى معالجة الملف الأمني هناك تحديات كبيرة كانت أماء الملف الأمني وليسيمة هناك تصاعد وتوتر في منطقة الشق الأوسط على رأسها العدوان على غزة وبالتالي كانت حركة العراق حلقة متوازنة جدا ويهتم المنهاج الوزاري بتنفيذ جميع مفرداته ففي الخدمات ركز على الأبنية المدرسية والمستشفيات والمشاريع المتوقفة ذات الصبغة الخدمية إلى جانب إكمال جميع مشاريع الكهرباء والطاقة وخفض نسب الفقر والبطالة ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي وإنجاز المشاريع الاستراتيجية ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد